الأخ فرس نحن نعيشين في الخارج يعني لما الإنسان يروح يتسوق يتسوق في المراكز التجارية يشوف سلع من دول عربية نعم دون هو أنه نذكر الأسماء نعم 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 كاين بعض المواد فقط نشوفها تجي من الجزائر ومن بينها دقلة نور نعم نحن نشوفه في السلع هذه موجودة في هذه الدول قتلك في المراكز التجارية وحتى الأسواق نعم نشوفه في الدلاء يجي من دولة نشوفه في الطماطجي من دولة نشوفه في خضر فواكه مختلفة وفي المقابل غياب تام للسلع الجزائرية نعم وش راجع هذا يا هل ترى ما كانش ناس اللي هما قادرين يصدروا أو ما كانش اكتفاء ما كانش اكتفاء بمعنى أنه الناس الله غالب ما عنداش وش تصدر راه وكل شي داخلي حابين نفهم هذه المسألة أو كان هناك احتكار يعني في المقابل تشوف انت يا رحم بابك لأن الخارج يتباعي في الجزائر والكيوي يجي من الخارج يتباعي في الجزائر وفي المقابل سلعة جزائرية ما تقدرش تخرج للبرا علاش حابين نفهمه علاش لأن اقتصادك ما زال يسير بعقلية اشتراكية بعقلية مركزية لو أننا انفتحنا على العالم ليسرنا على الناس أن تصدر أنا رحت للمنيعة مؤخرا يحدثونني عن عجائب في قضية المنتجات الفلاحية يتكلم قال لي والله العظيم الدلعب 47 كيلو دلع عنده وصل 47 كيلو تخيل قال لي والله الخيرات في المتر المربع الواحد يعني من الطماطم 70 كيلو لحقه